ومعروفة للجميع وراح بالاول تستغربوا ان القصة ما فيش فيها علاقة كما يبدو مع عنوان وصياق العزا لكن بنعمة الرب راح تكون هادي هي المثل العملي راح نقطبسه حتى نطبق المبادئ اللي راح أعلمها كمان شوي يحنى صاح 11 وعدد 33 من 33 ل44 هي قصة إقامة لعازر من الموت قصة إقامة لعازر من الموت بقول الكتاب عدد 33 فلما رأاها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون وهنا موجودين عند أبر العازر انزعج بالروح والطربة وقال أين وضعتموه قالوا له يا سيد تعالى وانظر بعدين بقول بعدد 35 بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه وقال بعضهم بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة قد وضع عليه حجر قال يسوع ارفعوا الحجر ارفعوا الحجر قالت له مرثى أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب تعونوا نصلي يا رب سوع كلم قلوبنا في هذا المساء يا رب صلي في هذا المساء لكي تفتح أذاننا وأذهاننا لنفهم الكلمة نعرف الحق والحق يحررنا امسح هذه الرسالة بمسحة الروح القدس وأعطي كلمة من عرش نعمتك يا قدوس نصلي يا رب سوع ونربط كل قوى مضادة ضد الكلمة والسامعين وعبدك المتكلم ونطلق مسحة روحك القدوس في هذا المكان ونعلن سيادتك وسلطانك في وسطنا الآن تمسح وتكلم تأتي بقوة وبنعمة وتعلم قلوبنا وتفهمنا لأنه مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم نصلي الآن يا رب أن أذاننا تكون مصغية والكلمة تقع على الأرض الجيدة وتعمل فينا ننمو في معرفة مشيتك وتعطينا أن نعرف أسرار ملكوتك ونحيا ليس بضعف ليس بضياع ليس بضلال لكن بنعمة حضورك ونحيا بالحق والحق يحررنا تمجد يا رب في وسطنا واعلن ذاتك لنا لأنك إله كل نعمة في اسم المسيح نصلي ولك كل الإكرام إلى الأبد آمين رسالة الرب إلنا في هذا المساء من جزئين الأسبوع هذا الجزء الأول والأسبوع الجاي راح نكمل الدراسة هي أكتر دراسة لكن دراسة مع بعض الواظ بعنوان حياة المؤمن ما بين النعمة الإلهية والجهاد الروحي حياة المؤمن ما بين النعمة الإلهية والجهاد الروحي وزي ما قرأنا أو أعلننا شعارنا في هذه السنة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود إذا منطلع لهذا الشعار قد يبدو في البداية أنه كله شغل ربنا إحنا ملناش دخل يعني هو بيعمل بقدرته بقوته إحنا آت من كل العملية وهو إذا بده ببركني وإذا بده ببركنيش والموضوع متروك عنده وأنا ما فيش إلى أي دور رح ندرس مع بعض ونغمق في هذا الموضوع أكتر ليش؟ لأنه هناك فيه لخبطة كبيرة عند بعض المؤمنين لفهم الفرق ما بين دور الله ودور المؤمن في حياته الروحية شو دور الله وشو دوري أنا؟ مش فاهمين في بعض فيه لخبطة في هذا الموضوع وهذا الشيء بنشوفه بشكل واضح لما نقارن ما بين النعمة الإلهية اللي هي دور الله وبين الجهاد الروحي اللي هو دور المؤمن دوري أنا ودورك البعض الأول أخذ تطرف في الطرف الأول أو الفئات بعض المؤمنين تطرفوا في هذا الموضوع وتركزوا على النعمة الإلهية المجانية كله بالنعمة كله بالنعمة وإنه أنا بطل فيه لأي دور ولا أي تدخل بالمرة في هذا الموضوع ما علي أي مسؤولية لأنه كله أنا بأخذه بالنعمة وكل ما علي أعمله أستقبله أستقبله فقط بالنعمة أمين لكن البعض الآخر رح نشوف قسا النتائج من هذا الموضوع الخطر منه البعض الآخر أخذ المعاكس تماما أنه أنا لازم يكون في عندي جهاد وإذا أنا ما جهدتش مش رح أرضي الله وإذا جهادي لازم يكون فيه لدوره مسؤولية كبيرة وإلا لازم أعمله لازم أعمله لازم كذا وكذا وكذا وإلا أنا مش رح أخلص ولا أنا هل الخلاص فيه تطرف من الطرفين السؤال الليدي هل الحياة المسيحية هي نعمة إلى هي بقبلها وبعيش فيها ولا هي جهاد روحي أنا بمارسه بشكل عملي في حياتي الروحية مع الله ولا هي التنين مع بعض ولا هي التنين مع بعض سؤال ثاني شو الفرق بين النعمة والجهاد الروحي شو الفرق؟ أو ما هي نتائج نعمة الله على حياتي؟ وشو هو الدور اللي لازم أنا هقوم فيه وأجاهد لأجله في حياتي العملية اليومية؟ أسئل كثيرا عم بطرحها حتى أورجيكم إنه الموضوع محتاج إلى تفكير وإحنا بدنا ندخل إلى العمق بدنا نفهم بدنا نعرف بدنا نتعلم بدنا ننمو السؤال الأكتر ليش هذا الموضوع مهم طب يعني شو جاب هذا الموضوع ليش عم بتقول هذا الموضوع ليش هذا الموضوع مهم موضوع مهم كثير لأنه المؤمنين اللي ركزوا فقط على النعمة صارت النعمة رخيصة شو يعني ما هو كله بالنعمة أعمل البديات ومهو خلاص الرب يغفر بالنعمة ويسامح بالنعمة ووصلوا لنقطة إنه إيش ما الرب هو بيقدركني بالنعمة فليش روح أشتغل أنا فيش حاجة أشتغل فيش حاجة أروح أغلب حالي خلاص الرب يبعت زي ما بربارك وبعت الغربان لإليه والرب زي ما أعال فلانه وزي ما أعال فلانه هو بعيني وأنا بضعه بالبيت بالنعمة وكله بالنعمة فصار فيه تطرف كتاب والقدس بقول من لا يعمل وفيه ناس أخدوا الطرف الثاني وقالوا لا المؤمن عليه دور والموقف متوقف على التزامك وإذا أنت مصمتش ثلاث مرات بالجمعة وصلتش أربع خمس طاعات باليوم ومش عارف شو وإذا ما عملتش وما روحتش وما سويتش وعملت وكذا فخلاصك عليه خطر يمكن ما تخلصش طبعا هذا غلط وهذا غلط السؤال هل الحياة مع الله نعمة ولا جهاد روحي ولا التنين مع بعض طبعا واضح يعني مشتنتج من الموضوع أنه التنين مع بعض بس كيف مع بعض نفهم كيف مع بعض شو العلاقة بين النعمة الإلهية وبين الجهاد الروحي لما ندرس كلمة الله نشوف في العهد الجديد بشكل خاص أيات كثيرة بتحكي عن النعمة ونشوف نفس وقت أيات كثيرة بتحكي عن الجهاد فيه نعمة وفيه جهاد ورسول بلوس بكشف وبيحكي عن التنين مع بعض بكشف إلنا الجهاد إنه حتى إله إله أبعاد أو إله أسماء مختلفة أو إله أبعاد البعد الأول بيحكي عن الجهاد أنه الجهاد الحسن نشوفه إذا ممكن على الشاشة تمثاوس التاني أربعة سبعة بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن بيقول عن نفسه أكملت السعي حفظت الإيمان ففيه جهاد حسن معناته فيه جهاد إيش مش حسن ممكن أجاهد لكن مش جهاد صحيح مش بسيك بيحكي عن نوع تاني من الجهاد الجهاد القانوني تمثاوس التاني اثنين خمسي وأيضا بيقول إن كنتو إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا ففيه جهاد قانوني وفيه جهاد معناته إيش مش قانوني غير خارج عن كلمة الله عشان ليك نحن محتاجين نفهم شو هو الجهاد الحسن محتاجين نفهم شو هو الجهاد القانوني شو هي النعمة الغنية اللي أعطانا إياها الله وشو العلاقة بناتهن كلهن كمان مرة ليش هذا الموضوع مهم لأنه لما نبدأ نفهم الفرق والرباط والعلاقة بنات بعض رح نقدر نعرف نعيش الحياة البسيحية بطريقة صحيحة رح نقدر نفهم أفهم شو دوري إيش أنا علي أعمل حتى أجاهد جهاد الإيمان وإيش دور الله اللي هو بيعمله مش محتاج أعمل شيء بس أستقبل من الله من هذه النعمة الغنية من غنى نعمته خير وبركة وتضفق لأنه لا بقوتي ولا بروح ولا بقوة ولا بالقدرة بل إيش بروح وهو قادر يعمل هاي هي عمل النعمة بس في أنا دور في علي جهاد أنا أعمله حتى هذه النعمة تتحرك بقوة في حياتي في بيت العمل في حياتي العملية حتى أقدر أستقبل خير ونعمة الله على حياتي إذا ما فهمت الشو دوري وشو دور الله راح أضل أعايش في لخبطة ليش الله بيبارك فلانو ببركنيش ليش الله بيعمل هون بيعملش معاي وأنا مش فاهم ووش عارف وراح أضل الأمور كما هي كلمة النعمة تكررت بالعهد الجديد وبشكل خاص برسالة روميا بشكل كبير كتير رسول بولوس ركز عليها مثلا نعطي مثال شوية دراسة بسيطة بروميا أربعة مثلا بيحكي الرسول ستعشر مرة بهذا الأصحاح عن الإيمان وبيحكي مرتين عن النعمة بروميا خمسة بيحكي عشر مرات عن النعمة ومرتين عن الإيمان فنشوف أنه عم بربط النعمة مع الإيمان النعمة مع الإيمان وهذا مهم جدا نعرفه بروميا واحد بيحكي بولوس الرسول عشر مرات عن النعمة بذكر كلمة النعمة عشر مرات نعطي أمثلي بعض الأمثلي في روميا خمسة مثلا خمسة خمسة بيقول لأنه إن كان بخطية واحد له مين آدم بخطية آدم مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد له مين يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين هذه النعمة ازدادت للكثيرين روميا خمسة طمانتعش لأنه إن كان بخطية الواحد اللي هو آدم قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة ففيه فيض عن نعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بمين بالواحد اللي هو فقط الرب سوع المسيح آيك تاني مشهورة كثير في أفاسس 2 8 قالها الرسول بولوس لأنكم بالنعمة مخلصون كيف بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله أو هدية الله وفي آيك تمام مشهورة في روميا 3 24 متبررين مجانا مجانا بلاش بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح فالخلاص والتبرير والفداء والحياة الأبدية والبنوية كل هذه عطايا النعمة أنا باخدها مجانا بالإيمان من من؟ من شخص الرب سوع اللي هو أبو النعمة شو تعريف النعمة؟ النعمة بكل بساطة هي عطية أو هدية مجانية بدون مقابل يعني تقدم لشخص لا يستحقها لو أنت بتقول أنا بستهل أكون بستهل الحياة الأبدية معتوا أنت ما بتقدر تأخذ النعمة ولواحد فينا بستهل شيء لأنه الجميع أخطأ وأعوزهم إيش وأجرة الخطيهية موت وإحنا محكوم علينا بالموت لا إلنا الرجاء ولا إلنا أي شيء ولا إلنا أي فضل لكن نعمة الله افتقدتنا ولما إحنا نعرف وهي هو مكاننا وهي هو محلنا إحنا بنطلب تعاملات الله معنا نعمته بتحل علينا وتفتقدنا بنعمة الرب نعمة الرب ترفعنا نعمة الرب تفتقدنا كيف كيف إحنا بنقبل هاي النعمة طريق وحد فيه بنقدر نقبل النعمة فقط بالإيمان بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان مش بالأعمال مش بمجهودك مش إذا صليت أكتر مش إذا أجيت على كنيسة أكتر مش إذا حطيت عشوري مع أنه كل هذا صح بس هذه نتائج نعمة الله أنا محبة للرب أنا بعمل هذا الشيء مش هذا الشيء اللي بخليني آخذ الخلاص أنا بقبله فقط بالإيمان وإلا صار جاياني على كنيسة تدين وليس إيمان صار إيش وكأنه مجهود وإحنا كتير مرات هذا الموضوع بالفكر حتى لو إحنا مش منتبهين موجود فينا لأنه بدنا الرب يباركنا بصير أصلي أكتر بصير وأنا بفكري أنه مش عم بعمل هذا لأني بحب الرب عم بعمل هذا لأني بتوقع أنه الرب أنا زبط أموري معاك هاي الجمعة أنا بصيدر يا رب هاي الجمعة ولا خطيئة الأمور تمام ولو الشيء اللي كنت أعمل غلط غط زبط أموري يا رب بتوقع إنك تباركني وشيء أبينا هذا موجود بعائلنا أنه إحنا هيك برمجين إحنا هيك برمجين والرب قول لا مش هذا هو أنا بعطيك مش للك نستاهل أنا بعطيك لأن نعم تغني وأنا بدي أباركك لما نقدر نفهم إنه هذا من ناخده بالنعم بالإيمان الله بطلق نعمت لكن في دور علي إنه أنا أجاهد أجاهد في حياة الروحية ورح نتحدث عن الجهاد ما هو الجهاد؟ يتحدث كتاب عن الجهاد عبرانين 12 واحد ما يقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا سحابة الشهود إن كل القدسين والمؤمنين اللي سبقونا وموجود عم بتفرجوا عليك وعلي مثل المدرج يعني بيشبه الموقف مثل المدرج وفي سبا أنا وإنت عايشين في سبا قاعدة نايمة في ناس قاعدة ملتية في ناس عم تركض في ناس عم تمشي في ناس عم بتعن في ناس عم بتسبح في ناس عم بتتدمر كل واحد في وضعيته في سباقه ومش عارف أنت شو وضعك في السباق بس اعرف أنك أنت في سباق في سحابة الشهود عم بتقول لك الليلة قوم كمل تفشلش تقاسش في نعمة في مكافأة في جائزة في في فإذ لنا سحابة سحابة الشهود محيطة وأن كلنا عم بتفرجوا عليك وعم بشجعوك ويقول لك إحنا كملنا أنت بتقدر أنت بتقدر اليالة تقوم وتكمل سباقك مع الرب بقول شو نعمل كيف نقدر نكمل لنطرح كل ثقل والخطيئة المحيطة بنا بسهولة نطرح انزع الخطيئة انزع الشر انزع النجاسة باسم يسوع بديش بعد عيش هاي الخطيئة باسم يسوع بتسكر هذا بتسكر هذا بدأين كل الأبواب اللي أسكرها اللي هي بتجيب حياتي بتوقعني بالخطيئة ولنحاضر بالصبر نحاضر في صبر في تحمل بإيش بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ففي جهاد في جهاد من خلال الصبر أن أصبر لأجل الرب أن أتحمل لأجل الرب أن أعيش في أماني لأجل الرب أن أسلك باستقامي لأجل الرب طيب قوتوا منين داخدها مش من السحابة ناظرين إلى مين رئيس الإيمان ومكمل يسوع هو مثالنا هو قوتنا هو مركز هو مركز عبادتنا إحنا هون نركز على يسوع فيش عنا قال مرة قالوا لي أنت أنت كنيستكو لمين لأي قديس قلت له إحنا ليسوع مباشرة وغيره ما فيش قنيست يسوع الحي إلى كل المجد ففيه جهاد من خلال الصبر بعدين بعد التلاتي بيكمل فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مين احتمل يسوع جاهد مثل هذا لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم تذكروا أنه مرأة طريقة بلك واحتمل لأجلك ولم تقاوم ببعض حتى الدم تعرفوا بالكنيسة الأولى كان يرموهن للأسود إنك أنت مستعد تموت من أجل يسوع هذا جهاد هذا نوع من أنواع الجهاد جهاد اسمه جهاد ليس هذا هو الجهاد لم تقاوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد مين ليس ضد البشر ضد الخطي مين لما أنت توقف وتقول لا أنا بديش أعمل أنا بديش أغش أنا بديش أكذب أنا بديش أمشي بالظلمة زي ما سمعنا أنا بديش أعيش بالظلمة أنا بدي أعيش بالنور أنا بدي أمشي بالحق أنت عم بتجاهد ضد الخطي ممكن يلي حواليه كلك مجنون إخوة بيش عرف إيش مهم هذا جهاد من أجل من أجل من أجل الرب مجاهدين ضد الخطي ففي جهاد ضد الخطي والقبلنا سبقونا جاهده بولوس بيحكي مع تمثاوس في تمثاوس الثاني أربعة سبعة إيش بيقول له جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي خلص خلصت رسالته بولوس أكم مرة انجلد أكم مرة ضرب أكم مرة انكسرت فيه السفيني أكم مرة حاول يقتلوه أكم مرة أكم مرة أكم مرة كل هذا إيش كان يعمل عم بيجاهد من أجل مين من أجل يسوع جهاد الإيمان وأخيرا قد وضع عليه إقليل البر بعدين تمثاوس الأولى ستة قراء 12 بيقول له بيقول له بيوصي بيقول له زالما أنا عملت جاهد يا تمثاوس جهاد الإيمان وأنا بقول لنفسي بقول لك الواحد يا أخي يا أختي الوقت قريب الرب على الأبواب يسوع ممكن كل لحظة هل أنت عم بتجاهد جهاد الإيمان هل أنت ماسك سلاحك وعم بتعيش الحياة اللي رب دعاك إليها ولا ملتهي تعفي أخت أول السنة حلمت حلم وأنا اليوم رب نبهني إله حلم نبوي فعلا حلم نبوي شافة الكنيسة زي قاعدين بحرش زي كم نطلعين طفشي وكل واحد قاعد تحت شجرة مشغول بحاله ملتهيين في أمورهم وشافت رب جاي على الأبواب وقبل ما يجي الرب شافت مارض عظيم جاي هاجم على البلاد هون وإحنا ملتهيين مشغولين 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 ورب نادي قوموا جاهدوا جهاد الإيمان عيشوا للحياة الأبدية جاهد جهاد الإيمان للحسن امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت مبارك اسمر اسمر رب بسوع إذن تعاملي واستقبالي للنعمة هو فقط بالإيمان أمين أنا النعمة كيف أخذها بالإيمان لكن الجهاد الروحي هو عمل أنا بقوم فيه هو مجهود أنا أبذله حتى أعيش الحياة التي ترضي الرب سؤال اللي سؤال اللي أهم سوف ندخل أكتر طب شو العلاقة بين التنين وشو الترابط الترابط العلاقة يجب أن نعرف أن النعمة يتمثل الدور الإلهي هذا ليس شغلة هو هو يعمل كل العمل والجهاد يمثل الدور الإنساني هذا دوري وهذا مسؤوليتي يحتاجين نفهم استراتيجية الله في تعاملاته معنا وهنا كمان في بعض دقعوا في هذه النقطة وكله الله يعمل وكله الله يعمل وإحنا فشلنا دور نعم هو يقدر يعمل كل شي لكن لازم نعرف أن الله اختار بمحط إرادته أنه عشان يتعامل معنا نسمع نيح هذه النقطة لأن كتير مهمة الله عشان يتعامل معنا عشان يبني علاءة معنا لازم يكون لنا دور لازم يكون عنا دور لأن الله ما بده إياهنا نكون مثل الروبوت نكبس هذا الكباس بمشي اعمل هيك سوي هيك سوي هيك أنت فيش إليك أي إرادة ولا دور لكن الله بده إياهنا نكون شركاء معه في شراكة معه في شركة معه في علاقة متبادلة معه وعشان نقدر عشان نكون في شراكة وفي علاقة متبادلة لازم يكون لنا دور لو الله بعمل كل الشغل معه أنا فيش إلي دور معه فيش القيم لكن الله اختار إنه إحنا نكون شركاء لأنه إحنا عروس وإحنا كنيسته نشارك وحتى في علامه إحنا شركاء في علامه زي ما هو تقلم إحنا متقلم من أجله ليش لكي نتمجد معه لكي نرث معه ما في شراكة هون وفي شراكة رح تكمل وين في السماء لكي نملك معه جعلنا ملوكا وكهنة فأنا هون في إلي دور إنه أنا شريك أحتمل الألام طبعا مش نفس ألام الرب تحمله على الصليب لكن ألام الخدمة ألام الحياة حياة الأمان حياة حياة البر العملية إذا الرب عمل كل إشي بطل إلي إلي دور فمحتاجين نعرف إنه نعم الرب عمل كل إشي بالنعمة لكن إلي دور إنه أنا أكون شريك مع الرب السؤال السؤال هل أنت شايف إليك إليك إيمي ولا 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 لا رب أقول إليك دور إليك دور إنك تصلي لما إنت تصلي أنا أتعامل معك وإذا أنت صليت أنا مش رح أتحرك ليش لأن أنا أخترت إنه أنا أتعامل من خلال صلاتك في لك دور في لك دور إنك أنت تشهد وتبشر رب أعطى تلميذ إليه روحوا اشهدوا اكرزوا وإذا ما كرستوش كيف توصل للخدمة فالله جعلنا شركاء معاه في الخدمة عاملون مع الله في جهاد إنه إحنا نشهد في حياتنا في سلوكنا لآخر هل الأدوار بين الله والإنسان متساوية طبعا لا الأدوار بين الله والإنسان مش متساوي حجب النعمة أكبر بما لا يقاص من حجب الجهاد لأن دور الله أكبر بكتير جدا جدا بما لا يقاص من دور الإنسان فالنعمة هو الدور الإلهي اللي أنا بأبله بالإيمان بينما الجهاد هو الدور الإنساني اللي أنا بقوم فيه من خلال علاقتي مع الله من خلال نمو الروحي من خلال تحقيق إرادة الله في حياتي وراح أعطي مثال إسا بالنهاي مثال بسيط بشرح الفكرة مثال هذا مثال نموذج بشرح الفكرة وين كيف إحنا نتعامل مع الله بدورنا ودوره وين هو بعمل وين أنا بعمل وشو دوري وشو دوره مثال لهذا الشيء والمثال هو القصة ريناها معجزة إقامة لعازر وصل يسوع بهذه القصة لأين عند قبر لعازر مرثى ومريم وقف وشاف الوضع اللي بعزه اللي بنوحه الحالي يرث لها ولعازر أربع تيام في القبر الحجر محطوط على باب القبر ويسوع بوقف ويقول لنا إيش ارفعوا الحجر يا رب قد أنتن يا رب له أربع تيام يا رب كيف معقول يعني مش معقول يا رب في ميت أنتن انتهى الموضوع انتهى أجيب يتأخر ألم أقول لك أنك إن أمنت ترينا أنا أريد أرجيك مجد الله أنا رح أقيمه أنا دوري إن أنا أقيم الميت بس دوركم أنه أنتو ترفعوا الحجر يمكن في تصرخ للرب يا رب في أشياء ماتت في حياتي في أشياء انتهت في حياتي في أشياء صلت أنتنت في حياتي في أشياء أصلت سنين في أشياء في أمور في تعاملات في ظروف في أمراض في أوجاع في تعاملات معينة في أشياء يا رب في أبواب مغلقة إلى سنين ليس أقابل يا رب يا رب السوع هاي الأمور أنا فقدت الأمل أنا بقول لك رب قوة نعمة الغنية قادر أعمل معجزات وحتى الميت اللي أنت أنا أقيمه بس عشان أنا أعمل هاي المعجزة عشان أنا أعمل المعجزة في عليك دور في عليك دور قيم الحجر اللي مانع البركة هود الدور ارفع الحجر اللي مسكر على البركة يمكن الحجر يكون عدم غفران في قلبك تجاه أخ أو أخت يمكن الحجر يكون عدم أمانة في حياتك في خطيئة أنت مش تايب عنها يمكن الحجر يكون في أمور في حياتك محتاج ترجع إلىها وتحط الأولويات الصحيحة يمكن أنت بعدك الحجر يكون في أشياء في تعاملات في ظروغ في أمور في حجارة منع البركة تخيل في المشهد أنه أنه الناس قالوا ليسوع إحنا ليس لنقيم الحجر طبعا كان في تجاه وقاموا الحجر وردوا عن يسوع لكن تخيل أنه لنقيم الحجر أنا أريد أن أغفر أنا أريد أن أتعامل أنا لا لا يمكن لا أشير ليس معقول وأنا وأريد أن أريد أن أتأكل لا أريد أن أريد أن أريد أن أكون ايش راح اقدر اقيم البيت يا رب طيب انت الميت اربعة ايام هدقت الرياح وسكتت الامواج بكلمة اسكت ايه بكام بس ترفع اذا كامل هيك الحجر بزيح قال لا هذا مش دوري هذا دوركو تي مرات احنا متوقع من الرب معجزة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي بس الرب بقول قبل ما انا اعمل المعجزة قبل ما نعمة الغنية قبل ما قوة غناية تيجي على حياتك وتفتقد حياتك انت قوم بدورك انت جاهد جهاد الامان عيش باستقامي عيش باماني عيش بالتوبي اطلب وجهي اصرخ اليي صوم وصلي اغفر سامع حب اعطي اقدم عشورك اعمل اعمل شيء عيش بك كما يليق بانجيل المسيح لمن تسلك باستقامي تيم الحجارة اللي وقفة في حياتك منع البركة قوة حضورة واغينا الله تتيجي وراح يقيم كل ميت في حياتك رب يحيي يحيي الامور اللي ماتت يحيي ويغير الظروف رب قاضر قوته غير محدودة لما رفعوا الحجر صرخ وقف يسوع وصرخ لعازر حدد لو قالش لعازر كان كل الاموات قاموا من القبور بس لو قال هلما خارجا كان كل الاموات قاموا بس لأنه حدد قال بس لعازر هلما خارجا فخرج الميت مثل القذيفة من داخل القبر والقبر كان ينزلوا إليه أدراج وكان يلفوه إذا بتلاحظ كان ملفوف بالطريقة اليهودية يلفوه من إجريه لراسه ويحطوا المنديل على راسه ويلفوه ويربطوا بحبال هاي طريقة اللي كانوا فيها يدفنوا اليهود فخرج مثل القذيفة من داخل القبر وقف قدام يسوع شو يسوع عمل أخذ سقين تبيت وبلش يفك فيك ويحل ويعمل شو عمل يسوع كاملوا دوركو كاملوا دوركو هذا حبيبك ليلة نهار عنده ورايك وما تيجي وكذا طب أنت حلو حلو أنك أنت إيش أنك أنت أول ما يفتح يشوفك لا أنا مش دوري هذا دوركو حلو أنتم ودعوه يا ذهب لما نحن نقوم بدورنا لما نحن نجاهد جهاد الإيمان ونعيش بأمانة قدام الرب الله سيقوم بدوره ويعمل عمله الغير عادي ساعتها سنقدر نختبر أنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود كم واحد يقول لي ورب تعال نبه حياتي اكشف اكشف ما في قلبي من عائق من مانع إيش دحجاري الموجود على حياتي اللي مانعه غينى نعمتك وعملك وسلطانك يعمل في حياتي قمد معاي في لحظات وإحنا خطبنا هذا هو أنا أول مرة مش راحة أو هيا ما طولتش بس بدنا نصلي بدنا نصلي بدنا نصلي باسم يسوع بدنا نصلي بدنا نصلي باسم يسوع يا رب أنا بتصلي بالروح القدس الآن يبدأ الروحك القدوس يا رب إنك تيجي على ضمائر كل واحد فينا وتكشف إيش الحجارة اللي مانعه المانعه غينى نعمتك تيجي المانعه قوة حضورك تيجي المانعه بركتك تيجي وتتضفق على يا رب حياتنا علمنا اكشف إلنا إيش الدور اللي علينا نعمله إيش الأشياء اللي محتاجين نعملها وابدأ اسمع اسمع خل الروح القدس يكلمك خل الروح القدس ينبهك خل الروح القدس يرجع يعيد فيك إحنا مرات محتاجين بس نندب على حالنا وبدنا الرب يعمل كل الشغل هو قيم الحجر هو يطلع الميت هو قيم اللفات عن الميت ويطعميه ويشربه الرب يقول أنا بعمل دوري لمن أنت بتقوم بدورك يا رب السوع ساعدني اكشف اكشف يا رب إن كان فيه شيء ردي إن كان في حياتي محبة غريبة إن كان في حياتي أمور مش مرضية بولي رب أنا قادر أفتح أبواب البركة أمامك أنا قادر أفتح أبواب عمل أنا قادر أباركك في تعليمك وباركك في حياتك وباركك في زواجك وباركك في علاقاتك وباركك في أموالك وباركك في كل مجالات حياتك في صحتك في كل المجالات نعمتي غنية بتشمل كل نواحي حياتك بس قيم الحجر اللي مسكر قوم بدورك جاهد جهاد الإيمان عيش بأمانة لما أنت بتكون أمين هو أمين أيضا حتى يباركك حتى يتضفق في حياتك يا رب أصلي الآن يا رب تكشف ما في قلوبنا من أمور مانع البركة تكشف ما في قلوبنا من أشياء وشو دورنا وين مسؤوليتنا وين مسؤوليتنا قبل جمعة رب نبهني في شخص قال لي روح اتصالح معا أنا ما فيش إش يعني فيش إش بناتنا بس قال لي روح ورجي محبة روح ورجي محبة وأنا وعدته بعد مش رايح بس أنا وعدته وأنا روح أروح أزوره في البيت وأورجي محبة وأقول له أنا بحبك خلينا نعلن نتجاوب خلينا نكون لدينا قلب طائع لم روح القدس بنبهك على شيء وانت ما بتتجاوب بتطنش وبتطنش وبتطنش أعرف أن هذا التطنيش بيصير حجر على قلبك مانع البركة مالع غنى مجد الله ييجي على حياتك لكن عندما تجاهد الإيمان معنى أنت مستعد تعمل والطيع ما يقوله يقوله لك الرب لما تقرأ بالوصايا وتقرأ بالكلمة وروح الله بكلمك من خلال الكتاب إيش معين روح كلم فلان روح اعمل روح تعامل روح زوره روح اهتم فيه إلى آخرها أي أمر رب بكلمك فيه وانت ما بتتجاوب يصبح هذا الشيء زي مانع قل يا رب أعلمني أكون طائع لصوتك طائع لمشيتك طائع لوصياك يا رب أصلي في هذا المساء باسمك وبسلطان اسمك تعمل في قلوبنا جميعا وتبدأ في عبدك يا رب يا رب جميعنا محتاجين نعلن نعرف نعرف الحق والحق يحررنا محتاجين يا رب بسوع أنه نشوف غنى نعمتك نشوف يا رب بسوع نتمتع بكنوز النعم الغنية نتمتع في بركات النعم الغنية في غنى مجدك اللي يا رب بسوع من نقرأ عنه محتاجين نتمتع فيه بحياة عملية لكن ساعدنا وعلمنا كيف نقوم بدورنا علمنا كيف يا رب نكتشف الأشياء اللي مانع البركة علمنا يا رب بسوع كيف نكون طائعين طاعة فورية لوصياك لمشيتك لكلمتك يا رب يكون عندنا الاستعداد كما كان عند إبراهيم لما نأمرته يقرج من أرضه ها أنا ذا نقول لي يا رب ها أنا ذا أطيعك أطيعك يا رب حتى لو يا رب الأمر كلف حتى وللأمر فيه تنازل كبير حتى لو الأمر فيه غفران وفيه يا رب تنازل وفيه أمور مؤلمة لكن من أجلك أنا أجاهد جهاد الإيمان من أجلك أتألم من أجلك يا رب أحتمل من أجلك أصبر من أجلك يا رب بسوع نمات كل النهار يا رب علمنا ساعدنا تعامل يا رب مع عبدك ومع شعبك في هذا المساء بالروح القدس يا رب ما بدنا نكون كنيسة يا رب عاصي عنيدي متكبري لكن كنيسة متواضعة كنيسة طائعة كنيسة محبة كنيسة مسامحة كنيسة يا رب تعرف تقوم بدورها كنيسة تعرف تجاهد جهاد الإيمان تقدر بين غير نعمتك تفيض فيه على بيت بيوتنا وعلى يا رب يا رب اجتماعنا وعلى حياة كل واحد فينا وكل من يسمعنا الآن عبر المواقع يا رب بصلي الآن زيارة خاصة على هذا على البيوت على العائلات على النساء والرجال على الأخوات والإخوة اللي بيسمعونا الآن يا رب يا رب كل حجر في حياتهم ينزع كل حجر يرفع كل مانع كل عائق كل أمور مسكري في حياتهم بإسم الرب سوع تتضفق الآن الحاضرين والسامعين بإسم الرب سوع بسلطان ابنك نعلن قوة حضورك وروحك لمجد إسمك القدوس لك كل الإكرام لك كل الحند خلينا نوقف مع بعض نبدأ نشكر رب أشكر رب الإيمان